هذا الموضوع تابعه مع ضيفي من بغداد رئيس مركز اليرموك للدراسات الستراتيجية عمار العزاوي دكتور عمار مرحبا بك قرابة الشهرين مرة ربما على خلو منصب رئاسة البرلمان هذه المدة لم تكن كافية بتقديرك للتوافق وتقديم البديل نعم بدءا تحية طيبة لك أخي العزيز ولمشاهدي قناة التغيير الفضائية حقيقة نعرف جيدا منذ خلو منصب رئيس مجلس النواب قبل الانتخابات مجالس المحافظات والأخذ والجذب الذي حدث خلال الفترات الماضية هذا كله أعطى دليل وأوصل رسالة إلى أنه ليس هناك اتفاق أو لم تستطع الكتل السياسية على إيجاد البديل المناسب للسيد الحلبوسي هذه النقطة المهمة الأساسية والرئيسية ونعرف جيدا ونتذكر أنه كانت هناك جلسة أو يجب أن تعقد جلسة لاختيار رئيش مجلس النواب قبل الانتخابات وأجلت هذه الجلسة في وقتها بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية فهذا كله طبعا يوصل للرسالة ويعطي الرسالة إلى أنه عدم وجود أو وضوح الرؤية للكتل السياسية لاختيار رئيس لمجلس النواب بديلا للسيد الحلبوسي تعرف جيدا أنه اختيار رئيس مجلس النواب يحتاج إلى مواصفات معينة ويحتاج إلى اتفاقات سياسية ويحتاج إلى أن يكون هناك مسافة واحدة تقفها الكتل السياسية في عملية الاختيار ولا ننسى أيضا أنه هو استحقاق بالدرجة الأساس للكتلة الأكبر التي رشحت السيد الحلبوسي بعد انتخابات 2021 هذه كل النقاط وكل هذه القضايا يجب أن تكون موجودة ووضعت في بال الكتل السياسية التي لم تستطع أن تتفق ولم تستطيع أن تقدم مرشحا واضحا حتى جلسة يوم الثلاثة يوم غد التي من خلالها سيحدد أعتقد أنه لن تستطيع الكتل أو لم تصل الكتل السياسية إلى اتفاق واضح لاختيار بديل للسيد الحلبوسي يعني سرب لنا يا أستاذ يا دكتور عمار أنا يوم غد سيكون هناك اجتماعا لرؤساء الكتل النيابية لتوصل إلى اتفاق بشأن منصب رئيس البرلمان هل تعتقد أن هذا اللقاء قد يفضي إلى اتفاق ربما في الوصول إلى شخصية واحدة وانسحاب ربما لبعض أسماء المرشحين من قبل الكتل الأخرى كالسيادة والعزم يعني يشوف طبعا هو بالتأكيد الاجتماعات ستعقد وستحاول بعض الكتل السياسية الضغط من أجل الاتفاق على تمرير رئيس لمجلس النواب أو لاختيار الشخصية التي تذهب إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليها ولكن السؤال المهم هناك كتلة فائزة ترى أن استحقاقها أن يكون رئيس مجلس النواب منعدها أو ترشح من خلالها رئيس مجلس النواب رغم أنه هناك ضغوطات سياسية أيضا لاختيار شخصية أخرى ولكن نعرف جيدا أنه لغة الأرقام مهمة وتحدد النسبة والتناسب الذي من خلاله تستطيع الكتل السياسية أن تمضي أو تذهب باتجاه الاختيار لهذه الشخصية لكن أرى أنه ربما ستكون هناك اجتماعات ستكون هناك طروحات لكن الذهاب كاختيار شخصية ويذهب تذهب باتجاه اختيارها في مجلس النواب لا أعتقد سيتحقق حتى وأن ربما يصل الأمر إلى الذهاب وأن يجعلون مجلس النواب أو الذهاب إلى قبة مجلس النواب للتصويت ومن خلاله يتم هذا أيضا من الاحتمالات الواردة والرئيسية والأساسية أنه لا يتم اتفاق على اسم محدد وتطرح أسماء وتبقى عملية الاختيار والانتخاب والعدد الذي سيحصل عليه هذا أيضا ضمن الإطار يعني الانتخابي لكن لا ننسى أنه عندما لا يحصل الأسماء لا تحصل منذ الجولة الأولى على النصف زائد واحد الذي يؤهلها أو يؤهلها لجولة ثانية ستستبد من الترشيح ولن تستطيع الترشيح تتذكر دكتور عمار أن الحلبوسي وصل إلى رئاسة البرلمان عن طريق تحالف إنقاذ وطن الذي كان قبالة تحالف البناء هل تعتقد أننا سنعود ربما إلى البناء ويدعم تحالف العزم هذه المرة من قبل الإطار يعني هذا طبعا من الخيارات الواردة والموجودة وهناك لقاءات واتفاقات أيضا ستكون جزءا من عملية الاختيار ومن عملية الدخول السيد الحلبوسي لا ننسى أنه كان اختيار أغلبية أعظام مجلس النواب حتى بالأطراف الأخرى كانت من ضمن الذين اختاروا السيد الحلبوسي والذين اتفقوا على تمرير السيد الحلبوسي في عملية اختيار النصف زائد واحد كان مضمون حينها النصف زائد واحد كان مضمون حينها بالطبع يعني حصل على أكثر من النصف زائد واحد بكثير يعني عبر تجاوز 250 صوت في وقتها هذا طبعا غير متوفر الآن ولا يمكن أن يكون في الوقت الراهن لتعرف جيدا الكتل السياسية مختلفة ليس هناك شخصية التي يرونها تستطيع المضي بمجلس النواب كما في الفترة السابقة رغم أنه كانت فترة عصيبة وفترة شهدت اختلافات سياسية وفترة شهدت مشكلات سياسية استطاع السيد الحلبوسي من خلالها أن يمضي بالجلسات ورغم الاعتراضات من بعض الجهات السياسية وبعض الأمور لكن استطاع أن ينجح بقيادة مجلس النواب بالوقت الراهن وفي ظل الظروف الحالية والظروف القادمة يحتاج مجلس النواب إلى شخصية تكون أولا شخصية جامعة شخصية لا تكون لها انعكاسات أو مضادات مع جهات أخرى تعمل من أجل أن تمضي بمجلس النواب وتهيئ لمرحلة سياسية تكون هادئة ولا تكون فيها عواصف ومشكلات تؤثر عليها هل تعتقد دكتور عمار أن هناك فرصة ربما لتتوافق الكتل السنية فيما بينها لتقديم مرشح واحد بعد أن قدمت ربما أغلب الكتل السنية كلا لديها مرشحها هذا اليوم السيادة أو العزم وحتى تقدم ماذا فرصة ذلك يعني شوف الأمنيات شيء والواقع شيء وما خلف استيطار شيء آخر يعني أمنيتنا ونتمنى كان أن يكون هناك لقاءات تفضي إلى اتفاق أن يمضي المكون بمرشح يتفق عليه حتى لا تكون هناك خلافات ولا تكون عملية انعكاسات لاحقة على عملية الاختيار وما بعد عملية الاختيار يعني هذا شيء كنا نتمنى وكنا نتمنى أن تكون هذه الاتفاقات موجودة وأن تمضي للاختيار لكن تعرف جيدا أنه التنافس والمنافسة والتضادات السياسية الموجودة والتي لا تغيب على أحد ولا يمكن إنكارها خلال الفترة القليلة الماضية انعكست على هذا الشيء وعلى عملية الاختيار رغم أن أكرر وأرجع أنه العدد الذي يحدد هو عملية الاختيار يجب ومن يرشح رئيس مجلس النواب ومن هي الكتلة التي تنطلق باتجاه إلى ذهاب اختيار رئيس مجلس للنواب طيب دكتور عمار التأخير الذي رافق عملية اختيار رئيس البرلمان هل تتوقع أنه سينتقل إلى الحكومات المحلية المحافظة التي تصدر بها الحلبوسي هل تعتقد أن هناك محاولات ستكون لصحب البساط من تحتي قائمة تقدم كما هو الحال في الوسط والجنوب الإطار لا يريد تجديد للمحافظين يعني شوف أكون مسألة جدا مهمة ونقطة جدا أساسية ورئيسية أنه إنت صحيح هناك محافظات تعتبر أو نعتبرها موضوع الاختيار بها محسوم للنسبة والتناسب الموجود بغداد مثلا أقول لك تسأني عن بغداد أقول لك محسوم الأمر بها الأنبار محسوم بنسبة 95% أنت الآن تحالف تقدم مع الحلفاء الأساسيين الرئيسيين يشكل تقريبا دعش مقعد أو 12 مقعد من مجموعة 16 حتى يعني الأربع مقاعد الأخرى الموجودة للكتل الأخرى حتى إن لم تنضم إلى التحالف تقدم هي لن تستطيع أن تقف في وجه ما يريد أن يمضي به تحالف تقدم لأنه يمتلك النصف زائد واحد بكل أريحية تسأني على محافظات ربما أقول لك نينوة مثلا إديالة صلاح الدين محافظات الجنوبية اللي بيها النسب متقاربة بين الكتل الفائزة هذه عملية التشكيل غير محسومة وصعبة ويجب أن تتفق أكثر من كتلة سياسية يعني يوم أمس حتى كان هناك تسريبات أنه في نينوة ستكون هناك اتفاقات بين التحالفات الفائزة الرئيسية لتشكيل الكتلة التي تستطيع أن ترشح محافظة وترشح رئيس مجلس محافظة يعني أكثر أن قلناها في نينوة ربما نحتاج إلى أكثر من أربع كتل تتحالف لتقارب الأصوات وسعة المقاعد بينها أما تجي وتقولي عن محافظة الأنبار عن محافظة بغداد يعني النسبة والتناسب واضح بها والأريحية واضحة كذلك الأريحية واضحة لتصميم في البصرة يمتلك النصب زائد واحد والمحاولات مستمرة لعدم التجديد لمحافظة البصرة الحالية أشكرك جزيلا دكتور عمار العزاوي رئيس مركز اليرموك للدراسات الستراتيجية كنت معي من بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر